اهلا بكم جددا المشاهدين الكرام احنا نفعل التجري كما حصل على الموالية ثم يو disagree كما ستجي L'O'Hkef بمدآني'ة وران وع22 دراجم اهeli بسكرة 22 دراجة 128 دراجه يتسجيل عشوم 29 دراجه SIMD 38 دراجم ليلا ستسجل بإذن الله بأضرار أما للملحة والسيد البحري مشاهدين الكرام رح يسجلوا إن شاء الله إذا كان ممكن صور المولي رح يسجلوا قبل حالة البحر أن تعرفوا عن الوضعية الجوية المرتقبة غدا إن شاء الله رح نخمو على البحر على كل حال مثل موناش جو مشمس سماء صافية ظروف جيدة لممارسة ملحة والسيد البحري جو مشمس أتقرب لكل مدن الشمالية بستثنى المرتفعات ستنجل بعض الشحب ويكون بدون فعالية بالجنوب باليزائري ستتشكل رعود منعازلة هذا بمرتفعات طامن رأسات درجة حرقص وهي الأخرى رح تكون جدو لطيفة رح ترتفع بنسبة للمناطق الشرقية 35 درجة رح نسجلوها بمعظم الولايات الشرقية 40 درجة بنسبة لتوغور 43 درجة بيتين دوف 46 درجة بيتين ميمون بيرقن وحتى بعين صالح برج برجية مختار 45 درجة 41 درجة بنسبة لعينجزة هذا حاب يقول بأقصى جنوب باليزائري يلا هدوك الملاحة والسرد البحري الملاحة والسرد البحري رح نسلو بإذن الله بحر هادي عادتقال بمطول الشرق الساحري هذا صباحا هادي عادتقال بمطول الشرق الساحري هذا رجع إلى هبوب رياح دائما طارتن تأتينا الشمالية الشرقية طارتن شمالية غربية حاب يقول رياحة حضراء بكل هذه المعاطق مع الريح شمالية غربية وبرتقالية بنسبة لأقصى شرق الوطن هذا رجع إلى هبوب رياح شمالية الشرقية والرأي رح تكون جيدة بإذن الله يلا نطور النشر الجوية كان معتد بالمعلومة الفلكية توقيت نسب العاصمة وضوحها رح تشرق الشمس بإذن الله نشكركم على المتابعة وقالت متأمة بقية البرامج على لنا تيفي وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر